السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لست جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لمواريد برج السرطان. ان شاء الله. آآ نبدأ مع برج السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. آآ طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ مهمين جدا كمان مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاطفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ طقتين. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاعه وعارف حالته. وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف التاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سليمة معي بالنسبة كبيرة جدا يعني. نتبق بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان. وهي هقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول يا برج السرطان انت تعبان افضل. آآ طاقتك تلعت معي آآ انت تعبان قلبك موجوع. ممكن بعضكم حاسس بغادرة حاسس بخيانة. آآ بالنسبة للمتزوجين انت فترة فيها تعب كبير جدا عليك. آآ مش بس تعب قلبك ووجع قلبك. لأ انت كمان حاسس بطاقة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت في حمل في هموم في معاناة عندك. في حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز تتخلص منها. آآ في مشكلة عندك. المشكلة دي مش بتنيمك. يعني انت على طول تعبان آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئوليات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب معاقف او حاجات حصلت معاك. ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين. انا شايفة اللي بعد كده انت فيه عندك بيت سعيد. عندك سعيدة. عندك آآ آآ حبيب آآ بيعتذر لك. بيقول ان هو بيحبك. آآ ده اللي موجود في الطاقة بتاعتك. الطاقات اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة طاقة هوائية نارية ترابية ومائية. الابراج اللي موجودة معك في الكراءة معك برج الكوس الحوت الكوس والحوت والحمل والعزراء والاسد والجوزاء. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة ودي استقاط. استقاط كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة. المهمة الكراءة نفسها. نبدأ هتكون الكراءة عبارة عن ايه? انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالتك في الوقت اللي احنا فيه. آآ آآ تفكير الطرف التاني فيك. او تجاه العلاقة. نويات تجاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفة آآ يعني الكروت بتوعك. آآ اول كارت اللي هو كارت الزواج. اخر كارت كارت الانفصال او الطلاق. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد. او الشريك او انت شايف انك مع شريك بيفكر كده. ما بين انك يستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاتنين دول. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التاني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان آآ تخليها تمشي لقدام آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني يعني انك هتطور وانك هتتحسن آآ بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف الثاني. شايفك كمان ممكن تكون آآ مستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غالب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضكم في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن ده للبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف الثاني آآ فيك ايه او في العلاقة? انا شايفه بيشوفك يعني آآ كارت المجيشن هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ آآ يعني شخص جذاب وآآ جميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر آآ توصل العلاقة آآ لشكل افضل او ان هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخاذع. آآ كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللزوم. انت تلاقيت لك في القراءة مرتين. يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير. ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو الاتنين تفكيركوا كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده. آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان اه هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقول لك على حاجة. ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معاه هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قداني هو ده اللي انا شايفاه آآ آآ الشخص ده آآ في حب كبير لي جدا وبعضكم لو انتوا زعلانين يعني انتم متزوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك عايز يتكلم معيك عايزة يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاعة تديله فرصة آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا آآ نوايات يعني اول حاجة يعني انا شايفة للتين فكب هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة تبقوا انتم اللي اتنين مبسوطين وعندكم بيت واسرة واطفال وحياتكم سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلميت بتاعه آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة انكم انتو اللي اتنين تكونوا مستحدين جوه بعض آآ وشايفة كمان في نواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيلعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه. آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نيرية بالذات برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية. آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك. عايز يحقق معيك انتصار. عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نواياك ويسة جدا تجاه العلاقة. آآ كمان آآ ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطسية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطسية. لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده. يعني انت شخص آآ آآ تعبان مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي. يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا. لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة. آآ مصير العلاقة. آآ شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور. آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بصو هي قرارة ممكن تكون عاكسية. بس الطرف التاني. آآ تفكيره من ناحيتك كده. ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور. ممكن تكون بتشك في حاجة. آآ فيه حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي. يسيب العلاقة دي. وآآ ويمشي. وهيحس ان هو آآ كده تمام. آآ كده هو سليم. آآ كده هو بيعمل الحاجة الصحة. كده هو حقق انتصار لنفسه. آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده. او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف التاني. لكن في حد هيعمل كده. آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه. يعني هينزوي مع نفسه ويفضل يفكر في كل حاجة. يعني مش بشكل انطوائي. لأ. آآ بشكل اكتشافي اكتر. يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة. عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير. آآ مراجعة حسابات. آآ مراجعة اخطاء. حاجات من النوع ده. ده اللي انا شايفاه في مصير العلاقة. عايزة اتحب لك كارت تاني لمصير العلاقة. معلش. بسم الله الرحمن الرحمن. مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان. آآ اه هو الشخص ده آآ حذر من حاجة. او انت. يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق. هيبقى عنده تخوف من حاجة. هيبقى خايف آآ بالزاك لو انتو برج آآ ناري. بتتعامل مع برج ناري او ترابي. آآ شايفة فيه تخوف. آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مسلا خايف يكمل خايف يجازف. آآ شخص ده حذر. او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج السرطان. ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش آآ مش طاقة مستمرة يعني. طب النصيحة بتاعتك آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك آآ يعني آآ آآ حاول انك تشغل نفسك وبعد عن التردد آآ انا شايفت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فاضطارو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها آآ وبعد عن السلبية وانك آآ تبص لنفسك بنظرة النظرة يعني المجني عليه آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فابعد عن النظرات السلبية للحواليك او لنفسك انت آآ او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بيزداد على المستوى المادي آآ لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية يعني انا شايفة انت معك شخص بيحبك شايفة الاسف انت عندك فرصة كمان ممكن يكون عندكو آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايفة تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكو بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدن بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة ابعد عن التذكير ده او تذكير في وجود الطرف الثالث عن اوهام كتير في دماغت لو بعضكو عندو علاقات كتير آآ يبعد عنده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة انتهت آآ بتمنى ليكو الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعايزة دين دلوقت برج السرطان بالنسبة للعايزة دين هنقول مع بعض هيتكون القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي مستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره آآ اتجاهك او تجاه العلاقة ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله آآ هقولي الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعايزة بين والغير مرتبطين انت حاسة انك في وضع متكتف انت مقيد في وضع معين الوضع ده تعبك جدا وانت مقيد في وعاقنا وحاسة انك مش عارف تخرج منه آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحس بمثلا يعني الناين اف كابت هنا ممكن تقولي حاجتين يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستقرة بشكل يرديك آآ لكن انت متكتف ومش عارف آآ آآ انت متكتف ومش عارف آآ يعني الموضوع خارج عن ايدك او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج آآ وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت القرار عند شخص تاني آآ ده بالنسبة للعاذبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القرار قديني في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصس على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون فيه شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يحصل ارتباط آآ بتبص على سنين فاتت من عمرك او بتبص على مشاكل حصلت في حياتك او بتبص على وضع انت مقاعد فيه آآ لكن اللي بعد كده لزا تور بيقول لي انك انت في تغيير جزري هيحصل في حياتك يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطر آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية لان انا كلمي على الناحية العاطفية آآ فيه تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن فيها علاقة هيكون فيها طلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا في بينكم مشكلة هيرجع لك لو انت ما فيش في حياتك حد فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده حتى لو كنتش تعرفه علاقة علاقة عاطفية بس انت شفته قبل كده او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات التقاطل اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معك كتير والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو آآ والمائية كمان موجودة الابراج اللي موجودة معيك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الحوت آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان فانتو شكلكم بتتعاملوا مع اشخاص آآ ابراج المائية كتير ونارية كمان آآ وبرج الكوز كمان طيب نبدأ القراءة او هنقول انت ايه او كده انا شايفت في الوقت الحالي انت واقف مستني انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك آآ ناس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك لكن انت في حد معين هو اللي باصص عليه باصص عليه ومستنيه يجي لك مستنيه ياخد قرار مستنيه ان هو يكلمك شخص ده انت بتحبه جدا وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا انا شايفة في حب من ناحية الصرف التاني لك آآ في حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية للبعض ممكن يكون هو زميلك في آآ في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني آآ لكن انتو ممكن تكون تكون عيشت مع الشخص ده سويني بقى آآ انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سايبك ومشي منك مرة واحدة او آآ انت اللي سبت ومشيت مرة واحدة انا شايفاك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخص كنت انت انتو اللي اتنين بتحبوا بعد ممكن يكون فيه آآ طرف تالت آآ طلصص ودخل في العلاقة دي افسدها ده احتمال برضو تاني لتبعض من النقوة آآ لان القراءة بتاعتك آآ فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا فانا قلت كل حاجة اقدر قلها دلوقتي آآ طيب لو انت في شخص تاني بتحبه آآ تككير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة انا عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. ايا ان تنبق الطرف التاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف التالت ده موجود بعض. يعني فيه طرف تالت يعني فيه طرف تالت. آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي ده تفكيره آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص المبورجنيري او السرطان او العقرب او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة ده تفكيره لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي. آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. هي يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه? آآ آآ هو خايف على قيم على العادات على تقاليد لكن فيه عندكم نهاية لشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة وهو ده اللي عملي يفكر فيه آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا آآ شايفة فيه بينكو تواصل روحي فيه تفكير قوي قوي بينك وبين بعض آآ هو حاليا بيحاول يستشفي بيحاول آآ آآ يعني يخرج من الوضع ده لان انا شايفاه هو في مقزة كبير جدا آآ هو لازم آآ عشان يجي لك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي او بعضكم يكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل وهو مش قادر يقرر يعني ده تفكير الطرف التاني لكن انا شايفة غالب على القراءة قوي طرف تابت على فكرة. الشخص ده بيحاول يوازن اموره آآ بيحاول يهدى ممكن يكون بعد عنك للسبب ده لبعضكم ممكن يكون بعد عنك وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان علشان يقدر يعني يرجع لك بالضاية جديدة لان هو هو في الوضع ده هو متقطع يعني هو مش عارف مش عارف الصرف ازاي آآ مش عارف ياخد قرار مش عارف يعمل ايه آآ ايه نوايات الجاه العلاقة انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب يعني هو ناوي يتعامل مع حبه ليك بحكمة آآ يكون آآ ها دي عائل راسي مش عايز اي تهور آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه يعني ده ملك الكؤوس فهو شخص آآ يعني آآ يعني بيحبك لكن هو آآ آآ تقيل شوية يعني مش مش هتمشي يعني مش هتمشي تجاه العلاقة بيهايقعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلم حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير ليك آآ نوايات تجاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة ان هو يعمل لك يعني هو مرتبط بيك وهو منجذب لك على فكرة وبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب لي انت اكتر شخص آآ مناسب لي آآ لبعضكم انتوا فعلا متبعدين ممكن في الفترة دي لان انا شايفة في كارتين يدلوا على تواصل روحي بينكم قوي ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو يعني هو اللي بيعط لك الطاقة دي لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير آآ بعضكم ممكن فيه اختلاف بينكم وبين بعض آآ لكن انا شايفة ان انتوا هتتجاوزوا المرحلة دي هو كمان نفسه في نوايات يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتطرف في العلاقة دي يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتوا فيه ده آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي او هو اللي يجمعكم ببعض تاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينك وزيه يعني هو سايبها كده آآ للقدر يعني مش مش ناوي حاجة معينة او عنده قرار لكن هو في عنده حب في بينك وبينه تواصل روحي شايفك حد رائع ومناسب وفي الاخر هو سايبها للقدر آآ مصير العلاقة انا شايفة في مصير العلاقة آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة آآ وضع معلق هينتهي يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده بقى له فترة لان انا شايفة كمان تقطك انت مقيد ومتكتس علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في اللي بعضكم آآ هيكون في عنده آآ عرض آآ عرض حب جديد وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. ولبعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لان انك تجاي للزهنجد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفتك وهيكون عندك بداية جديدة تماما آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية برج السرطان آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة في عندك عرض حب وفيه ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي آآ برج السرطان آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مثلا كتير او لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة آآ او في علاقات للبعض مثلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي ويحصل ده بشكل سريع آآ الضرو بيقول لك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعت شوية عن رومانسية آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ طلع مش حب وتمشي او الطرف التاني آآ يسيبك ويمشي فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معيك ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتنين للعاطفة بشكل متسرع او انك انت مش بتقدر تختار آآ توقم روحك بشكل كويس او بشكل سليم ده بيخلي علاقات معيك آآ يكون نتجتها الفشل فمسلا يعني خليك دايما متوازن آآ ما بين آآ قلبك وعقلك كمان بعضكم لو انتو كمان رجالة بالذات يعني آآ بلاش مسلا آآ السرعة في العلاقات آآ التعدد في العلاقات اللعب مسلا ما بين شخصين او اللعب بشخصين في وقت واحد آآ وفي الآخر مسلا الشخصين دول بيمشوا يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين او انت بتتيب حد على حتيب حد فده بالنسبة للنصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبرج السرطان في الوقت ده آآ القراءة انتهت آآ قراءة كايتكو كويسة آآ آآ شايفة يعني في بوادر لارتباط او العلاقة آآ آآ ما تنسوش اللايك وشير وشتاب السرايب شكرا من المتابعة اشتركوا في القناة